كمان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على إجراء بعض التعديلات على مسابقتين دوري أبطال إفريقيا وكمان كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد اللي هو 2023-2024 تم الاستقرار على إلغاء الدور التمهيدي الإضافي التاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية وهو الدور اللي كان بيطلق عليه أو كان بيسمى بملحق دور الـ 32 ده معناه إيه بقى يا حضرات؟ معناه أن الأندية الـ 16 الفائزة بالدور التمهيدي التاني من كأس الكونفدرالية ستتأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات دون الحاجة لمواجهة الفرقة التي ودعت دوري أبطال إفريقيا من الأدوار التمهيدية بكده بيكون الكاف عمل تعديل نقدر نسميه جزري على نظام بطولتي الأندية عفواً طبعاً بكده بتأهل الأهلي وبرامدز لمنافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم فيما سيتأهل فيوتشر والزمالك لمنافسات كأس الكونفدرالية